مصر العربية البلدان الشقيقة والصديقة رؤية دبلوماسية متزنة استطعت من خلالها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي من تحقيق نجاح ملموس على صعيد سياستها الخارجية في مختلف دوائرها العربية والإسلامية والأفريقية والدولية وانعكست إيجابا لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر الاستراتيجية ونتج عنه دعم واسع من قبل المجتمع الدولي لجهود القاهرة في ترسيخ الاستقرار والتنمية والتقدم ولأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي حرصت مصر على دعم أمن واستقرار الخليج العربي وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء بين الدول الخليجية وزيادة روابط خصوصية وتميز العلاقات المصرية الخليجية أما البعد العربي في سياسة مصر الخارجية ارتكزت محاورها في ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية باعتبار أن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري ومن هذا المنطلق اتخذت القاهرة نهجا واضحا يعبر عن الدعم والموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية والمساعد الدولية في إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفي القارة الأفريقية التي ترتبط دولها ارتباطا مباشرا بالأمن القومي المصري فقد شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات المصرية الأفريقية واهتماما كبيرا بدعم جهود الاندماج الاقتصادي بين دول القارة هذا وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية وحرصا على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات كما نجحت مصر في الوقت ذاته من تحقيق تقارب سياسي وفتح أفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية ونظرا لهذا الانفتاح والتعاون الذي يجمع مصر بدول العالم جنت أرض الكنانة ثمار سياستها الخارجية بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ وانعكس ذلك على إقدام العديد من الدول على دعم مصر ومساندة مشروعها الوطني والقومي هذه المنجزات الدبلوماسية المصرية تؤكد على ما تحمله القاهرة من ثقل ومكانة دولية رفيعة المستوى في رسم خارطة السياسة الإقليمية والدولية